اهلا بكم الى نشرة احوال الطقس خلال صبيحة يوم الغدى الاجواء تبقى عموما مستقرة على المناطق الجنوبية من البلاد ايضا تعرف المدن الشمالية استقرار جوي على كل المناطق الشمالية من الوطن خلال صبيحة او خلال ظهيرة يوم الغد حالة الطقس تبقى مستقرة ايضا بالنسبة للمناطق الجنوبية تبقى بعض الصحابة العابرة وبدون فعالية خاصة على وسط الصحراء تبقى لاجواء مستقرة بالمدن الشمالية درجات الحرارة المستجلة صبيحة يوم الغد درجات الحرارة الدنيا ستصل الى 10 درجات بعين صالح 7 درجات بأدراء درجتين فقط ببشار 5 درجات على شمال الصحراء بغردائي على بسكرة على المنيعة ايضا درجتين تحت صفر بالجلفة 4 درجات بعينبا 5 بمنطقة العاصمة 6 درجات بوهران بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المستجلة ظاهرة هذا السبت ستصل الى 13 درجة بغردائي على بسكرة 22 درجة بعين صالح 27 بيتان مسجل 20 درجة بإليزي وجانات 17 درجة بويتسوف على ورقلا وحاسم سعود 31 درجة بعين قزام 16 درجة بالجزائر العاصمة وأن بطارس كيك داوب جا ينسجل 20 درجة بسواحل الغربية بريسبة لحالة البحر سيكون البحر عوما قليل الاضطراب على السواحل الوسطى تصل صغيرة الريح إلى 30 كم فيها الساعة تتروح من بين 10 إلى 15 كم فيها الساعة على السواحل الشرقية في حين تتعدى لـ 20 كم فيها الساعة على السواحل الغربية المعلومات الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمة وطواحيها شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء